قطة واسعة أطلقتها الدولة من أجل تطوير المواني البحرية والارتقاء بكفاءة الخدمة المقدمة للسفن والبضائع المتداولة لإجعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات بعديد من المشروعات من ضمنها مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض الأمر الذي يمثل فرصة واعدة للاستثمار الأجنبي والداخلي في ظل إجراءات التصدير والاستيرادة فضلاً عن الدعم اللوجستي للسفن العابرة تعتبر محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية من أهم المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية في مجال النقل البحرية التي جارة تنفيذها ضمن خطة تطوير المواني المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية لها ضمن خطة مصر للتحول مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات محطة ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع كما تحتوي على ثلاث محطات لتكون محطة حاويات ومحطة للبضائع وأخرى للسيارات ستساعد على تحسين الاقتصاد الوطني مما يساعد على مواجهة التحديات وتحقيق طفرة كبيرة في مجال المواني المصرية في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات أعمال إنشاء البنية التحتية للمحطة استغرقت قرابة 24 شهرنا لتبدأ رحلة إنشاء المرافق والمباني وعلى التوازي مع ذلك تم التعاقد على شراء كافة المعدات الثقيلة للمحطة من أوناش الرصيف العملاقة وأوناش الساحات كما تم وضع عدة معايير وأسس لاختيار مشغل عالمي متخصص في مجال إدارة وتشغيل المحطات المتعددة حيث فازت شركة الخطوط الملاحية الفرنسية SMA-SGM والتي قامت بعمل شراكة مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض حيث تم إنشاء شركة تحيا مصر TMT لإدارة وتشغيل المحطة والتي أشرفت على إعداد وتجهيز المحطة للتشغيل وتدبير معداد ذات مواصفات فنية عالية وهي الأولى من نوعها في مصر حتى تتواكب مع التطور الهائل في أبعاد ومواصفات السفن تطوير المواني البحرية والارتقاء بكفاءتها استراتيجية الدولة لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة العالمية واللوجستيات حيث تواصل مصر تنفيذ مختلف مشروعاتها القومية لتكون أساسا راسخا لخدمة مختلف القطاعات بطرق مباشرة وغير مباشرة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من صلابته في مواجهة التحدي ترجمة نانسي قنقر